بيبدأ الفيلم في اليابان في مختبر عسكري سري وبيعملوا اغلاق طارق لان في مخلوق مرعب بيحاولوا الهروب من المبنى وبيحاول الجنود يوقفوا الوحش وبيضربوا النار باستمرار عليه لكن الهجمات مش بتأثر فيه ابدا والوحش بيقتل البشر بسهولة واحد وراء الثاني وما سابش وراءه غير الضمار في المختبر والحسن الحظ كان فيه علماء اسمها سارة اخترعت سم مخصوص للمخلوقات دي وقبل ما الوحش يهرب من المختبر بتضربه بالسم في دراعه وسببت له قلم فضيع ومع ذلك الوحش قدر في النهاية يستعيد قوته وبصل سارة بمنتهى الغضب وبدأ وش انسان يظهر على كتف المخلوق واتصدمت سارة باللي شافته قدام عينيها وما قدرتش تقتله وتخلص عليه وسمحت للوحش بالهروب وبينط في المحيط بسرعة لكن بعدها سارة حاست انها ارتكبت خطأ فضيع وبيتغير المشهد في مكان تاني في مطار عسكري قريب وبيظهر واحد اسمه ماكي ولسه مخلص تدريب حالا مع صديقه كورشيما واتضح انهم طيارين وقرروا تكون دي اخر مرة يطروا فيها مع بعض وماكي بيكشف لصديقه انه بيفكر يسيب شغله كطيار ويستقيل لان ابنه مصاب بمرض خطير وقرر يقضي وقت مع اسرته لكن قبل ما يخلصوا كلامهم بيسمعوا صوت انذار واتضروا يجروا فورا على طياراتهم المقاتلة وانطلقوا بيها في السماء واتضح ان الرادار العسكري لقت صورة غريبة لشيء غامض بيقرب من منطقتهم ومهمة الطيارين دلوقتي انهم يتحققوا من الموضوع وبيكون ماكي وكورشيما في طريقهم لاعتراض الجسم الغامض لكن فجأة بدأت طيارة كورشيما تتعطل ولقى نفسه مجبر على الرجوع للقعدة وساب ماكي الوحده وقدر ماكي يوصل للجسم الغامض لكنه تصدم باللي شافه وظهرت كرة نارية عملاقة وسحبت الطيارة جواها ولما ماكي بيستعيد وعيه في النهاية بيلاقي نفسه تنقل لبعد مختلف وافتكر انه مات فعلا لكن بيبدأ انفجار تاني جديد وتحول الانفجار لشكل انسان وبلع ماكي جواه وبييجي بعدها فريق الانقاذ وبيحاولوا يلاقوا ماكي وطيارته المختفية وفعلا بيلاقوا طيارته المحطمة فيما كان في الغابة والحسن الحظ بيظهر ماكي اخيرا بعد ما نجى من الحدثة وبيلاقي نفسه في مطعم قريب لكنه بيفقد الوعي بسرعة وبيقع على الارض وبدأ ماكي يفتكر كابوس عن مقابلته للكيان الغامض وبيقوم وهو مفزوع في حالة صدمة لكنه بيلاقي نفسه في المستشفى وعيلته نايمين جنب سريرو مباشرة ووجودهم جنبه هو اللي خلاه يهدى في النهاية وبيحضن عيلته بسعادة بعدها بدأ الاطباء يفحصوا جسم ماكي علشان لو فيه اي اصابات لكنهم بيلقوا جسمه سليم وما فيش اي اصابة بعدها بدأ زباط الجيش في استجواب ماكي بخصوص الحدثة وبيسجله كل اللي بيقوله وبنلاحظ ان سارة بترقبه من بعيد من خلف الكواليس وبعد انتهاء التحقيقات ماكي بيستقل من الجيش علشان يقضي وقت مع عيلته زي ما كان عايز لكنه ما يعرفش ان سارة مرقباه وعملت سجل كل شيء عن حياته كلها في السر وبعد فترة ماكي قرر يشتغل طياره مرشد سياحي في شركة طيران خاصة لكن اللي ما كانش متوقع ان اول عميل هيركب معاه الطيارة هو العالمة سارة ولما طلع بالطيارة في السماء صار وجهد المسدس ناحيته واجبرته يبعد عن المنطقة السكانية فورا وبتزداد الامور سوء لما ماكي بيشوف طيارة عسكرية طايرة جنبه مباشرة ولقى نفسه مضطر يسمع كلامهم وفي النهاية تنقل ماكي بالطيارة لطريق سريع مقفول بقوات من الجيش واجبروه على الهبوط في الشارع بعدها بياخدوا ماكي في عربية مدرعة وبيكون معهم عقيد من الجيش الياباني وقالوا لماكي انهم محتاجين مساعدته لمحاربة تهديد رهيب بيهدد اليابان وبيوصلوا في النهاية للقعدة اللي فيها المختبر السري وهناك كشفت له سارة ان اللي حصلوا في الحدثة حصل لجندي قبل منه من فترة وقدروا يلاقوا الجندي عايش بعد الحدثة لكنه بعد فترة جسمه تحور وتحول لمخلوق شنيع خلال اسابيع قليلة وفي نفس الوقت شخصيته اتغيرته بقى بيتصرف بغرابة وهاجم الجيش باستخدام سلطاته الجديدة اللي اكتسبها وقدر في النهاية يهرب من المبنى هو كمان وماكي سمع الكلام ده وحس ان فيه حاجة غلط بتحصل في جسمه وبدأ يتعذب ويتقلم لانه اشترك في اتصال طوارد خواطر مع الوحش اللي بيحاول يسيطر عليه وصارة كشفت له انهم رأبينه من فترة علشان يشوفوا اذا كان هيتحاول لوحش هو كمان ولا لا بعدها الجنود بياخدوا ماكي بعيد وبيسحبوه في سجن مشدد عن مخبأ تحت الارض في مبنى كبير وبيفتحوا المخبأ واجبروه على النزول فيه بعدها بنعرف ان الجيش بيخطط لاستخدام ماكي كطعم لجذب الوحش اللي هرب لانهم اكتشفوا ان ماكي على اتصال بالوحش عن طريق طوارد خواطر وعايزين ينتهزوا الفرصة ويقتلوهم هما الاتنين مع بعض وفي نفس الوقت بدأ ماكي يحس ان فيه شيء مرعب بيقرب منه وفضل يصرخ على الحراس علشان يفتحوا الباب واتضح ان الوحش الشرير بدأ بالدخول للقاعدة العسكرية وصارة بتخرج فورا من المختبر وبتروح للجنود اللي عملوا كامين فعلا علشان يمسكوا الوحش وبتديهم الرصاص السام علشان يقتلوه وفعلا الوحش قدر يدخل المبنى وواضح انه بيدور على ماكي وعاوز يلاقيه باي طريقة وما يعرفش ان فيه فخ مستنيه وبيستمر الوحش في البحث عن ماكي وبيحاول يحدد مكانه تحت الارض لكنه بيشوف سارة وهي مستخبية في الدور التاني وقرر يهرب لكن بيكون فات الاوان لان الجنود كلهم ضربوا عليه السم في وقت واحد وده اتسبب في سقوطه على الارض بعدها الجنود بيفتحوا الانوار وبيسلطوها على الوحش اللي نايم بدون حركة لكن سارة حست ان فيه حاجة غلط لان المخلوق قدر يستعيد وعيه وبدأ يقف تاني وفضل يصرخ في اتجاه الجنود وبيتحول جسمه لشيء اقوى بشكل مرعب وبيستدعي كل السحالي الموجودة داخل الغرفة وبيمتص بصمتهم الوراثية وبدأ في التحور بشكل عنيف وفضل جسمه ينمو لحد ما بقى كايجه ضخم وجسمه بيرتفع وبقى فوق الجنود مباشرة اللي بيتصابوا بالصدمة وحاولوا يهربوا لكن الوحش بيقتلهم بسهولة وبقى الجنود بيهربوا من المكان علشان ينجوا بحياتهم وحاولت سارة تهرب من المبنى هي كمان لكن الوحش بيعتارت طريقها بديلو الضخم ووضح انه يعرفها ومهتم بيها وبتبصله سارة ومعندهاش اي امل في النجاة وبيقرب الوحش البشع منها لكن فجأة بيتفتح باب المخبأ وبيخرج ماكي ببطء والوحش بيتدور ناحيته فورا وماكي طلب من سارة تهرب بسرعة وبدأ المخلوق يهاجم ماكي باستخدام دراعه الضخمة وبيحاول ماكي يهرب منه وهو يائس لكنه بيتصدم في ديل الوحش وبيرمي على الجدار لكن المدهش ان ماكي ما تصابش باي ازة ورجع يقف ببطء على رجليه وبدأ جسمه في التواهج وظهر ضوء ساطع من صدره وبدأ ينمو هو كمان بشكل مهول وتحول لعملاق فضي ضخم اسمه ألترامان وحس الوحش بالغضب لما شاف منافس جديد ليه واندفع فورا لمهاجمة العملاق وبيشيله وبيرميه على الارض لكن ألترامان قدر يقف بسرعة وبدأ في القتال من تاني وبيطرد الوحش بعيد باستخدام قوته المهولة وفي وسط المعركة الكايجو بيلاحظ وجود سارة وهي وقفة على الارض وبتحاول تهاجمه هي كمان لكنه قرر يقتلها وبسرعة ألترامان قدر ينقذ سارة في آخر لحظة والكايجو فضل يضرابه باستمرار لحد ما قدر في النهاية يخنق ألترامان بديله وسيطر عليه لكنه بيستجمع قوته وبيقدر يقطع ديل المخلوق وبيجرب سرعة ناحيته وبيضرابه باستمرار وبيرمي المخلوق على الارض وقبل ما ينهي المعركة تماما بيلاقي قوته وطاقته بدأت تضعف وبينزل على ركبه وهو في حال الضعف والكايجو بيستغل الفرصة وبيحاول يقتل ألترامان لكن ألترامان بيشحن اللي باقي عنده من الطاقة وبيجمعها في دراعه وبيضرب الكايجو ضربة قوية لكن ده خلى ألترامان يفقد كل الطاقة اللي في جسمه تماما وبيكون الكايجو تصاب بجروح خطيرة واختار انه يهرب من المبنى وبدأ ألترامان في الانهيار على الارض ورجع لشكله البشري مرة تانية لكن ماكي بيكون فقد وعيه وبيشوف رؤية لبعد اخر وبيشوف العملاق الفضي قدامه في البعد المختلف وبيتكلم معاه وبيسأله ليه اخترت النزول للارض لكنه قبل ما يحصل على اي اجابة بيصحب سرعة داخل المختبر السري وبيلاقي صارة مستنية هناك وشرحت له انه تحول بالزبط الكيان مختلف زي الزبط اللي قبل منه لكنها مندهشة لانه بدل ما يكون وحش شرير اتحول لعملاق طيب ودافع عنها وعن شعبها وحارب الكيجو العملاق وصارة قالت لماكي انه هو الامل الوحيد لهم في هزيمة الكيجو الضخم لانه بيقدر يتحول لعملاق ويرجع تاني لشكله البشري بسهولة لكن ماكي مش مهتم غير انه يرجع لأسرته ويبعد عن المشاكل لكن الجيش اكبروه يفضل معاهم علشان يستدرج الكيجو العملاق ويقدروا يقبضوا عليه لكن ماكي فجأة بيحس بوجود حاجة غلط وعرف من خلال التخاطر ان ابنه فقد الوعي بسبب مرضه الخطير وما لقاش قدامه غير انه يسرق عربية جيش مدرعة واندفع مباشرة ناحية المستشفى وصارة بتروح وراه علشان تقبض عليه بعدها بدأ الجيش الياباني يقفل المدينة كلها وحاولوا اخراج اكبر عدد من الناس من المدينة وفي نفس الوقت ماكي وصل للمستشفى لكن في عربية بتقف قدامه وبتقفل عليه الطريق وبتظهر سارة وجاية تقبض عليه وقبل ما تاخده تنقله بعيد بيجي صديقه كوراشيما في الوقت المناسب وبينقذ ماكي وبيهدد سارة بالمسدس واجبرها تسيب ماكي يمشي وماكي بسرعة بيدخل المستشفى وبيلاقي عيلته موجودة في غرفة الطوارئ وبيعتذر لمراته انه ما كانش جنب ابنها لكنها بتكون سعيدة برجوع ماكي اخيرا وبيتطمنوا على ابنهم وبيعرفوا ان حالته استقرت اخيرا وماكي بيوعد ابنه انه مش هيسيبه بعد كده لكن ابنه بيقوله انت ما عملتش حاجة غلط وبيقول لابوه ارجع واشتغل طيار مرة تانية لان العالم محتاجك اكتر مني وماكي بيفرح بتشجيع ابنه وقرر ياخد القرار الصح وبيرجع مع سارة وكل اسرار يهزم الكايجو وبيجروا لاثنين بالعربية وسارة قالت له ان المضيف البشري للكايجو في الحقيقة كان صادقها وده سبب عدم قدرتها على قتله في البداية لكن سارة حست بالزنب لانها سابته يهرب واقسمت انها توقف الوحش العملاق حتى لو هتضحي بحياتها وبيدخلوا الاثنين في نفق تحت الارض وبيوصلوا في النهاية لاسفل مكان تحت المدينة لان جالهم اشارة ان الكايجو كان موجود هناك اخر مرة وفضلوا هما الاثنين يدوروا على الكايجو وفجأة بيلحظوا حاجة بتظهر من وراء عمود واتضح ان هو المضيف البشري صديق سارة اللي تحول لوحش ووضح انه فقد كل ذكرياته وبدأ يتوسل لهم انهم يساعدوا لكن سارة بترفض انها ترتكب نفس الخطأ مرتين وبتضرب النار باستمرار على صديقها بدون تردد وفجأة بتسحبها مجسات عملاقة وبتقبض عليها واتضح ان صديقها كان بيخدعهم وتحول فعلا بشكله البشع مرة تانية وبيحاول يضغط عليها علشان يفعصها ويموتها لكن ماكي بيتدخل بسرعة وقبل ما يحرر سارة الوحش بيسحبها بسرعة لعنده وصارة بتضربه بالنار عن قرب وتسببت له في قلم فضيع ولقى نفسه مجبر يتحول اكتر وانفجر بالغضب وبينط علشان يقتلها لكن ماكي يوقفه بسرعة وبدأوا الاتنين في التحول وبتطلع منهم كميات مهولة من الضوء لحد ما تحولوا لأشكالهم العملاقة وقالت رامان استفاد من التصميم البشري وقدرته على القتال اليدوي وفضل يضرب العدو باستمرار ورمى على الجدران لكن الوحش انتأم منه فورا وبيصعقه بصوت هادير مؤذي للودان وتسبب في انهيار المكان بالكامل وبدأ المخلوق في مرحلة تانية من التحول وبيقدر يجذب الفران اللي تحت الارض وبيمتص منهم بصمتهم الوراثية وكمية الفران الكبيرة خلت الوحش يتحور بسرعة وحجمه يكبر وعمل انفجار كبير وبيتحول اخيرا لشكل جديد مرعب وبيقدر يخرج من تحت الارض بسرعة واتجه ناحية شوارع المدينة والناس بتشوفه وحسوا بالرعب من حجمه المهول وبدأوا يجروا هم يأسين علشان ينجوا بحياتهم وبدأ الوحش يتحرك ناحية البشر وفضل يدمر كل شيء في طريقه وبيشحن كل طاقته واطلقها على المباني وتسبب في حدوث انفجارات مهولة وبدأ يحول المدينة كلها لخراب وفضل مستمر في تخويف الناس وقال ترامان اخيرا قدر يخرج وهو كمان من تحت الارض ومعها سارة وبيحطها ببطء في الشارع وانقذ حياتها مرة تانية لكنه بيلاحظ وجود ام بتجري وهي مزعورة علشان تنقذ حيات بنتها اللي بتكون تحت مبنى منهار وعلى وشك السقوط فوقهم وقال ترامان بيجري ناحيتهم بسرعة كبيرة وبيشحن كل طاقته وحجمه بيكبر وقدر يشيل هيكل العمارة قبل ما يقع فوقهم وانقذ حياتهم لكن فجأة بيحصل انفجار ضخم في هيكل المبنى اللي شايله ألترامان واتضح ان ده كمين من الكايجو واصاب ألترامان من الخلف بأشعة الليزر والحسن الحظ ان العملاق الفضي ما حصلوش حاجة وشعاع الطاقة مش بيأثر في جسمه المعدني واتجه بغضب ناحية الوحش وبيهاجمه وبيدفعه للخلف لكن الكايجو بينتقم منه بسرعة وبيضربه باستمرار على راسه وبيعمل انفجار قوي بالأشعة وبيطيره بعيد وألترامان بيقف مرة تانية وبيستعد للقتال والوحش بيواصل اطلاق النار عليه بشكل مستمر وألترامان بيكتشف ميزة جديدة عنده انه بيقدر يطير وبدأ الكايجو هو كمان يستخدم قوته واستدعى كل الغربان في المدينة وأجبرهم على الدخول في جسمه وبيمتص منهم بصمتهم الورثية وفعلا بتطلع له أجنح عملاقة بيقدر يطير بيها وألترامان بيشوف كل ده وبدأ يهاجم الكايجو في السماء وبيصطدم معاه بشراسة وبتحصل بينهم معركة كبيرة لكن هما الاثنين متكافئين ومش قادرين يوجهوا ضربات مباشرة لبعض وألترامان بيجيله فكرة وبيطير بسرعة مهولة للسماء وقدر يقلب المد وبدأ في مطاردة الكايجو من الخلف وبيرميه في اتجاه الأرض وبرجعه بسرعة للمدينة والكايجو بتخرج منه طاقة مهولة اتسببت في أضرار كبيرة للمباني وقبل ما يقتل أشخاص تانيين ألترامان بيعترض هجماته بعدها بيطير الكايجو مرة تانية علشان يواصله القتال لكن ألترامان بدأ يفقد طاقته والكايجو استغل الفرصة وفضل إضرابه باستمرار لحد ما ألترامان بيقع في اتجاه الأرض بسرعة وألترامان بعد معرف أنه خلاص هيخسر المعركة اعتذر لماكي لأنه استخدم جسمه وكشف له أن لو مات ماكي هيموت معاه لكن قوة الإرادة اللي عندي ماكي خلته يرفض الموت بسهولة لأن أسرته محتاجه له ومحتاجه لحمايته وقدر في النهاية يستجمع قوته مرة تانية ويخرج من الانفجار واتجه مباشرة ناحية الكايجو وفضل يضرب فيه باستمرار بآخر كمية من الطاقة لكن الكايجو بيقبض عليه وبيحاول يمتص اللي باقي من طاقته لكن في اللحظة الأخيرة بتظهر طيارة حربية مقاتلة وبتضرب الوحش بكتير من الصواريخ وبتعمل مناورات وبتتفادى هجمات الوحش بسهولة واتضح أن دا كوراشيما صديق ماكي وجاء علشان ينقذ صديقه مرة تانية وبيضرب الوحش من الخلف وأجبره يسيب ألترامان مرة تانية وألترامان استغل الفرصة بسرعة وشحن قوته من جديد وبيرمي شفارات الطاقة على أجناحة الكايجو وتسبب في سقوطه من السماء بسرعة مهولة ومع ذلك قدر الوحش يقف على رجليه مرة تانية وبينزله ألترامان وبدأ في استحضار كل طاقته وجمعها في دراعه وحول الطاقة البرق وأطلق شعاع قوي بشكل مباشر على صدر الكايجو اللي فضل يصرخ من الألم وفضل يضرب عليه باستمرار لحد ما حاول الكايجو لغبار واختفى مع الريح وبدأ ألترامان في التواهج هو كمان وبينزل على الأرض ببطء وبتحول ماكي لشكله البشري مرة تانية وبيقع على الأرض فقد الوعي وبيشوف رؤيا في البعد التاني وبيظهر له العملاق الفضي ألترامان هناك وبيشكر ماكي علشان ساعده في تدمير الوحش الشرير وبعدها انفصل عنه بعدها بيرجع السلام للمدينة وبدأ المواطنين في توكيو يبنوا مدينتهم من جديد ويعمروها وبيشكروا ألترامان لإنقاذ حياتهم وبعد فترة بنعرف أن ماكي نجا من الحدثة وبيرجع لعيلته علشان يقضي وقت معاهم وبيوعد ابنه بحمايتهم وحماية الأشخاص اللي بيحبهم ودي نهاية الفيلم وشكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة